اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامير لو انت عارف ان السكر نوع اول ونوع تاني وعارف العلاج بتاعهم وازاي بتشخصهم فعايز اقولك ان دي حاجة كويسة جدا جدا لان السكر من النوع الاول والنوع التاني هم اشهر نوعين من انواع السكر وبيمثله يمكن 97-98% من حالات السكر وعشان common is common فان انت تعرف دول دي حاجة عظيمة جدا لكن لو انت عايز تتعمق شوية اكتر بقى ففي انواع كتير كمان من السكر غير type 1 and type 2 ولما يبقى عندك فكرة عن الانواع التانية دي برضو دي حاجة كويسة زي المودي لادا وباقي الانواع اللي هنتكلم عنها فخلونا ندردش شوية عن انواع السكر والحلقة طبعا للاطباء والطاقم الطبي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو اول نوع من انواع السكر هو النوع الاول type 1 diabetes وده بيمثل حوالي 8% من مرضى السكر وبيجي اكتر في الاطفال زي ما احنا عارفين لكن هو ييجي في اي سن اقل من 35 سنة والمشكلة في النوع ده او السبب هو جهاز المناعة جهاز المناعة بتاع الشخص ده بيبقى فيه خلل او مشكلة وبيهاجم خلايا البنكرياز بتاعته ويدمرها وبالتالي مايبقاش فيه انسولين وبيكون فيه اجسام مضادة وشوف الحلقة اللي فاتت عشان تعرف ايه هي الاجسام المضادة بتاعت النوع الاول من السكر بالنسبة للاعراض فممكن الطفل او الشخص ده يجي لك باعراض السكر العادية يعني مثلا بيشرب ميا كتير وبيعتش كتير بيعمل حمام بول كتير بيأكل كتير بتجي له عدوى متكررة وهكذا كمان ممكن يجي بدي كي ايه بغيبوبة السكر المرتفع ودي الى حد ما منتشرة او بنشوفها اكتر في النوع الاول من السكر وعلاجه طبعا بيكون انسولين لان خلايا البنكرياز بتكون اتدمرت ولازم ندي للشخص ده انسولين وطالما قلنا النوع الاول من السكر او طايب وان دايابيتس ففيه نوع اسمه طايب وان بي دايابيتس هو هو طايب وان بالزبط النوع الاول بالزبط لكن مفيش فيه اجسام مضادة يعني يجي لك بالصورة الكاملة للنوع الاول ومفيش سبب تاني لكن تيجي تقسله الاجسام المضادة تطلع سلبية ودي نسبة بسيطة جدا المهم يبقى انت كده عرفت طايب وان وطايب وان بي دايابيتس الفرق بينهم ان طايب وان بي مفوهوش اجسام مضادة النوع اللي بعد كده هو طايب تو دايابيتس اللي هو السكر من النوع التاني وده اكتر نوع شائع حوالي 80% من الحالات هي سكر من النوع التاني وده بيجي اكتر في الناس الكبار غالبا 35 سنة او اكتر من كده والسبب فيه ان بيبقى فيه مقاومة للانسولين واحيانا نقص فيه الانسولين بسبب عوامل جينية بسبب السمنة بسبب نظام الاكل الخاطئ بسبب قلة الحركة وقلة التمارين وهكذا والسكر من النوع التاني ده ساعات بنكتشفه بالصدفة مثلا واحد داخل يعمل عملية بنقول له عمل تحليل سكر نلاقيه مرتفع بالصدفة واحيانا يجي لك باعراض السكر العادية زي ما قلنا ان العيان بيعمل حمامبول كتير وبياكل كتير بيتعب بتجي له عدوى متكررة حاجات زي كده اما السكر من النوع التاني انه يجي لك بديكي ايه او غيبوبة سكر مرتفع فده شيء نادر اكتر حاجة بنشوفها هي الاعراض الكلاسيكية لمرض السكر النوع التاني من السكر علاجه بيكون في الغالب بداية بيكون اقراس زي السلفونيليورية وزي غيرها من الاقراس في حلقة عن علاج السكر ممكن تشوفها تحت هتفيدك ان شاء الله لكن المهم ان انت بتبدأ معا اقراس وغالبا بيستجيب للاقراس لكن مع طول الزمن ومع طول فترة السكر ممكن يحتاج في النهاية الى انسولين يبقى لحد دلوقتي احنا عارفنا طيب وان دايابيتس وطيب وان بي وطيب تو دايابيتس النوع اللي بعد كده اسمه لادا latent autoimmune diabetes of adult ومن اسمه معناه انه بيجي في الكبار هو مرض مناعي لكنه بيجي في الكبار احنا عارفنا ان طيب وان دايابيتس اللي بيجي في الصغيرين سببه مناعي جهاز المناع ممكن نوع برضو جهاز المناع يجي في الكبار ويسبب دمار او مشكلة في البنكرياس وفي الانسولين فلما يبقى شخص اكتر من 35 سنة وتلاقيه رفيع وجاء له سكر فانت اديته اقراس على اعتبار ان هو طيب تو لكن بسرعة لقيت الموضوع بدأ يتطور وانه بدأ ما يستجبش للاقراس وبقى يحتاج انسولين ففي الشكل ده ممكن تشك ان الراجل ده لادة اللي هو عنده اصلا اوتو اوميون ديزيز هو اللي اثر على البنكرياس لكن الموضوع ده بيكون ببطء شوية فلو عملت له اجسام مضادة هتلاقيها ايجابية لو كان الشخص ده بالفعل لادة فنقدر نقول ان اللادة هو اوتو اوميون ديزيز بيجي في الكبار لكن بيكون بطيء الى حد ما والشخص ده بيستجيب في البداية للاقراس ممكن يستمر ست شهور او اكتر من كده بعد تشخيصه مستجيب للاقراس على حسب كمية الاجسام المضادة اللي جوا جسمه يعني بعض الناس ممكن تقعد سنة واثنين وثلاثة بعض الناس ست شهور فقط بعد كده يحتاج الى انسولين وعشان كده النوع ده ساعد بيسموه سكر واحد ونص اللي هو ما بين طيب وان وطيب تو لانه بيحمل مواصفات من طيب وان ومواصفات من طيب تو طيب وان لان في اجسام مضادة اوتو اوميون ديزيز طيب تو لانه بيجي في سن كبير ولانه في البداية بيستجيب لأقراس لكن بعد كده بيحتاج انسولين فالمهم انت كده عرفت لا ده او لاتنت اوتو اوميون ديابيتس صح صح معايا بقى النوع بقى اللي هنتكلم عنه بعد كده حاجة اسمها منوجينيك ديابيتس منوجينيك ديابيتس معناها ان في خلل في جين واحد بس تسبب في مشكلة عمله سكر بالنسبة للنوع الاول والنوع التاني في مشاكل ممكن تكون في الجينات بس بنقول عليها مالتي جيناتك يعني اكتر من جين في مشكلة والنوع الاول والنوع التاني اي نعم الجينات لها دور فيها لكنهم مش وراسي بشكل كامل مش لازم الاب اللي عنده سكر من النوع التاني ابنه لازم يطلع عنده سكر من النوع التاني مش لازم الشكل الوراثي ده لكن المونوجينيك ديابيتس فهو ده مرض وراسي بمعنى ان الاب لو مصاب او الام مصابة لازم نسبة من الاطفال هيكون فيهم اصابة وعشان كده بنلاقيهم في اكتر من جيل وربعات يعني الاباء الابناء الاحفاد لازم نلاقي النوع ده موجود فيهم المونوجينيك ديابيتس منه انواع اشهرهم مودي ومن اسمه كده معناه ان ده بيجي في الصغيرين اقل من خمسة وعشرين سنة غالبا بيجي في الاطفال والمراهقين ومش شرط يحتاج انسولين في بعض انواع مودي ما تحتاجش انسولين تاخد اقراص والبعض منها بيحتاج ان احنا نظبط نمط الحياة والغذاء والرياضة فقط على حسب لان المودي نفسه هو كمان انواع مش عايزك تتوه معايا وركز يعني في مودي طيب 1 مودي طيب 2 مودي 3 4 5 6 طيب امت تشك اصلا ان الشخص اللي جالك ده مودي ليه ما تقولش عليه طيب 1 وخلاص هتشك فيه اولا لو كان رضيع اقل من 6 شهور فده هيبقى نوع اسمه نينيتل ديابيتس احنا قلنا المونوجينيك اصلا نوعين هو مودي ونونيتل ديابيتس فلو كان اقل من 6 شهور نونيتل ديابيتس لو لقيت مع الشخص ده مشاكل اخرى متعلقة بالجينات عنده مثلا عنده اكياس على الكلا عنده مشاكل في الجهاز التناسولي عنده يعني مش بيسمع فحاجات جينية اخرى تقولك ان في مشكلة جينية كمان لو كان هو رفيع والاجسام المضادة دي سلبي فانت ممكن تشك انه يكون مودي كمان لو فيه تاريخ مرضي في الاسرة زي ما احنا قلنا المودي او المونوجينيك ديابيتس رانز ان فاملز يعني وراسي فلو كان المجموعة الجيل اللي هو بتاع الاب والام عندهم الجيل اللي بعده عندهم الاجداد فلازم تشك طبعا في الحالة اللي معاك لو اكتر من جيل عندهم مونوجينيك ديابيتس او مودي لو كان طفل وجالك عنده سكر ولقيت ان ارتفاع السكر ده بسيط ولا يحتاج انسولين فممكن تشك انه نوع من انواع المودي اللي مش محتاجها انسولين لانه لو طيب ون زي ما قلنا لازم ياخد انسولين فدي بعض الاشياء اللي تخليك تفكر انه يكون مودي طيب تعمل ايه عشان تتأكد؟ هتعمل تحليل اسمه تحليل جيني نشوف المشكلة في اي جين وعلى اساسه كمان بيحددلك هو اي نوع من انواع مودي في بعض الناس يقولك احنا نعمل اجسام مضادة الاول عشان نستبعد طيب وان ديابيتس لان التحليل الجيني ممكن يكون غالي شوية مش متوفر شوية فنعمل خطوة قبل كده اللي هو الاجسام المضادة لو عملنا الاجسام المضادة وطلعت ايجابية فده يبقى نوع اول وخلاص ونريح دماغنا اما لو سلبية نعمل جينيتيك تاستيج وفيه هنا ملحوظة ليه مثلا ما نديش علاج وخلاص يعني مثلا نشوفه هيستجيب للأقراس فنديله أقراس مش هيستجيب نديله انسلين وخلاص ليه لازم نعرف ازا كان مودي ولا لا لازم نعرف ازا كان مودي ولا لا عشان نديله علاج مناسب لي بعض الاطفال بتستجيب للأقراس او يعني سالفونال يورية او الادوية اللي بتتاخد عن طريق الفم وبتكون الاستجابة فيها احسن من الانسلين كمان وفي بعض الاطفال ما تحتاجش اصلا لانسلين ولا ادوية عن طريق الفم ويبقى نظام غزاء ورياضة وحاجات من كده كمان عشان نعمل سكرينينج لباقي افراد الاسرة انت لو شخصت حالة ان هي مودي نعمل سكرينينج للافراد التانيين اخواته والاب والام الابناء وهكذا فطبعا حاجة مهمة انك تعرفها وزي ما قلنا المودي نفسه بينقاسم الى اقسام على حسب انهو جين اللي حصل فيه مشكلة ففي مودي وان المشكلة فيه بتكون الجين اللي هو هنف فور الفا وده بتبقى المشكلة فيه ان فيه مشكلة في افراز الانسلين في مقابل الجلوكوز يعني الجلوكوز يرتفع لكن الانسلين ما يخرجش فهي دي المشكلة اللي فيه وغالبا بيستجيب للسلفونايل يورية الاخراس او المجموعة بتاعت السلفونايل يورية ومع الوقت ممكن يحتاج انسلين النوع التاني مودي تو بتبقى المشكلة فيه في جين اسمه جلوكوكاينيز جين وده بيعمل مشكلة في السنسورز بتاعة الجلوكوز يعني الانسولين موجود وطبيعي وبيفرص طبيعي لكنه لا يستجيب الا لو كان الجلوكوز عالي اوي الجلوكوز يبقى عالي اوي الانسولين يبدأ يخرج وده النوع اللي بنقول عليه انه ممكن ده نتحكم فيه بالغزاء والرياضة ونمط الحياة فقط النوع التالت اللي هو مودي ثري ويمكن ده اكتر نوع من انواع المودي انتشارا الجين اللي فيه مشكلة بيكون HNF1α وده ممكن يعمل نقص انسولين وممكن يعمل كمان جلوكوزوريا او ان فيه جلوكوز كتير بيخرج في البول والنوع ده ممكن برضه نعالجه بالسلفونية اليورية او ادوية او اقراص عن طريق الفم يعني النوع اللي بعد كده مودي فور والجين اللي فيه مشكلة في النوع ده اسمه انسولين بروميتر فاكتر وان وده برضه بيعمل نقص انسولين وعلاجه بيكون اقراص او انسولين على حسب شدة ارتفاع السكر النوع اللي بعد كده مودي فايف الجين اللي فيه مشكلة بيكون HNF1 بيتا والنوع ده ممكن نلاقي معاه مشاكل كتير مشاكل جينية برضه زي ارتفاع وظائف الكبد زي مشاكل في الكلا زي جينة الابنورماليتز او مشاكل في الجهاز التناسولي وغيرهم النوع السادس اللي هو مودي سكس والجين اللي فيه مشكلة هنا اسمه Neurogenic Differential Factor 1 وبيكون علاجه انسولين مش مهمة تعرف اسم الجين في كل نوع ده كله من باب العلم بالشيء يعرف ان المودي ستة انواع على حسب الجين اللي فيه مشكلة فيه وان المودي ده احد انواع Monogenic Diabetes وان هو بيجي في سن اقل من خمسة وعشرين سنة ساعات الناس تتلغبط وتفتكروا Type 1 ساعات بيفتكروا Type 2 لو كان الشخص تخين بنشخصه بالجينيتك تيستنج وعلاجه وممكن يبقى ادوية عن طريق الفم وممكن انسولين وممكن بس نمط الغذاء والحياة والرياضة النوع اللي بعد كده من Monogenic Diabetes حاجة اسمه Nonital Diabetes ومن اسمه معناه طفل اقل من ستة شهور جايله سكر وغالبا الطفل ده بيبقى معاه مشاكل تانية ممكن تكون حصلت حتى في بطن الام قبل ما يتولد ممكن يبقى صغير عن الوزن الطبيعي بتاعه ممكن يبقى معاه مشاكل تانية في الكلا في الكبد في القلب وغيرها فيه نسبة منهم بتستجيب للادوية عن طريق الفم زي السلفناليورية وفيه منهم نسبة بتحتاج انسولين فيه منهم نسبة السكر ده بيبقى مؤقت معاهم حوالي عشرين في المية من النيتال ديابيتس السكر ده يبقى مؤقت معهم ويرجع يبقى طبيعي لكن مع تقدم العمر بعد كده ممكن يرجع يجيله سكر مرة اخرى يبقى كده احنا اتكلمنا عن طايب 1 ديابيتس طايب 1 بي طايب 2 ديابيتس لا ده منوجينيك ديابيتس بالنوعين بتوعه اللي هم مودي واللي هم نونيتل ديابيتس وعشان احنا اتكلمنا عن الجينيتك ديابيتس ففي انواع اخرى من الجينيتك ديابيتس مش هنقولها بقى لان هي اكثر ندرة لكن تعرف ان في انواع كمان من الجينيتك ديابيتس النوع اللي بعد كده حاجة اسمها دراج انديوزد ديابيتس ومن اسمه معناه ان فيه ادوية هي اللي عملت ارتفاع السكر فيه بعض الادوية بتقلل افراز الانسولين فيه بعض الادوية بتزود اخراج الكبد للجلوكوز فيه بعض الادوية بتعمل انسولين رزيستنس او بتعمل مقاومة انسولين المهم بشكل او باخر بعض الادوية ممكن تسبب ارتفاع السكر وممكن استخدامها على المدى الطويل يسبب مرض السكر فعليا يعني دوى مثلا زي الكورتيزون في البداية ممكن يعمل ارتفاع سكر يبقى مؤقت لكن مع طول استخدامه ممكن يعمل مرض السكر من النوع التاني الادوية اللي ممكن تعمل كده كتير هسيب لك طبعا الصور دي وموجود فيها الميكانيزم او الطريقة اللي هي بتعمل بيها المشكلة في السكر يعني من اشهر الادوية طبعا ادوية الكورتيزون كورتيزونات معروفة طبعا كمان ادوية الاتش اي في علاج الاتش اي في او الادز كمان الانتي سايكوتكس اللي هي مضادات الاكتئاب والامراض النفسية احيانا البيتا بلوكرز احيانا ستاتينز احيانا اورا كونترسيبتف بيلز اللي هي حبوب منع الحمل واحيانا بعض الاميونو سابريسنز النوع ده من السكر اللي هو دراج انديوزد بيكون العلاج بتاعه ان احنا نوقف هذه الادوية اذا امكان احنا عارفين ان بعض الحالات ممكن ما نقدرش نوقف الادوية يعني مثلا الكورتيزون في بعض الحالات الكورتيزون اساسي في علاجها ممكن طول العمر كذلك الاميونو سابريسنز مثلا في بعض الحالات نحتاجها لفترات طويلة ويمكن طول العمر لكن مثلا اورا كونترسيبتف بيلز حبوب من الحمل ممكن نستخدم طريقة اخرى لمنع الحمل مثلا بيتا بلوكرز ممكن نستبدلها اذا امكان فالعلاج في هذه الحالة بيكون ان احنا نوقف الدواء المسبب لهذه المشكلة اما اذا لم يمكن فبنتعامل مع الحالة سواء بالاقراس او بالانسولين اذا لازم الامر النوع اللي بعد كده نوع اسمه gestational diabetes اللي هو بيجي مع الحمل وده انا عملت عنه حلقة بالتفصيل وازاي نشخاصه وازاي نعالجه هسيب لك الرابط بتاعها تحت المهم ان ده بيحصل في الحمل نتيجة ان البلاسنتا بتطلع هرمونات وبتعمل انسولين رزيستنس وحاجات كده فبتعمل سكر في بعض الحالات وغالبا بيكون فيه التلت التاني والتالت من الحمل النوع اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه هو اي مرض او اي مشكلة تحصل للبنكرياس يعني انسان طبيعي ما عندهش في الاساس اصلا اوتو اوميون ديابيريس ما عندهش طايب وان مثلا ولا عنده مثلا انسولين رزيستنس ولا عنده مشكلة متابوليك ولا مثلا سيدنتري لايف ستايل يعني هو انسان طبيعي لكن جي مرض او مشكلة للبنكرياس فده هيأثر على افراز الانسولين زي مثلا سيستيك فيبروزيس زي مثلا هيمو كروماتوزيس زي مثلا كرونيك بانكريا تايتس واحد حصل له التهاب مزمن في البنكرياس في البداية يبقى معا جلوكوز انتولرانس لكن مع استمرار الحالة يحصل له سكر يعني اي مشكلة او اي مرض عادي خالص يجي يضرب البنكرياس فيحصل سكر لانه مش هيقدر يفرز الانسولين بشكل كافي النوع اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه هما او امراض الغدد الصماء المشاكل التانية او الامراض التانية للغدد الصماء اللي ممكن تعمل سكر زي مثلا كوشنج سندروم عيان عنده مشكلة في البتيوتري او الادرنال جلاند فالكورتزون بيطلع كتير او هو بياخد كورتزون خارجي عمله كوشنج سندروم فده ممكن يبقى معه سكر زي الاكروميجالين وزي الفيوكروموسايتوما وزي الجلوكاجون سكرتينج تيومرز سوماتوستاتين سكرتينج تيومرز الاورام اللي بتطلع جلوكاجون او الاورام اللي بتطلع سوماتوستاتين كمان الهايبرثيروديزم او نشاط الغدد الدرقية وده ممكن يعمل شوية جلوكوز انتولرنس يعني السكر تبقى مستوياته مرتفعة بسيط لكن ما يعملش او يعني مرض السكر بشكل واضح وكده يبقى تكلمنا بشكل سريع عن طيب وان طيب وان بي طيب تو لادا واللي بنقول عليه واحد ونص منوجينيك ديابيتز بالنوعين بتوعه اللي هم مودي واللي هم نيونيتل ديابيتز وقلنا دراج اندوزد جستشنال ديابيتز واي مرض او اي مشكلة تيجي في البنكرياس وامراض الغدد الصمائي الاخرى او الاندوكورينيوباتيز وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم